هجمات جديدة للاحتلال التركي تستهدف مختلف مناطق الشمال السوري، بينها مواقع انتشار قوات الحكومة السورية مخلفة على مدار أكثر من أسبوع عشرات الضحايا. مصادر محلية شمال سوريا أفادت بمقتل ثلاثة عناصر على الأقل من القوات الحكومية إثر قصف تركي طال نقاطاً عسكرية في محيط قرية تنبري في ناحية شران في عفرين المحتلة. هذا واستهدفت الطائرات الحربية التركية فجر الأحد عدة مناطق بينها مطار منغ بريف حلب الشمالي وقرى مرعناز والمالكية التي تأوي نازحين بريف عفرين المحتلة. وفي كوباني التي تتعرض لهجمات مكثفة أفاد مراسل اليوم بأن الاحتلال التركي قصف حيكانيا كردان في الطرف الشرقي للمدينة ما أدى لإصابة طفلة وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي. استهدف قرى زورمغار وخربيسان وقراموغ وجارقلي. في غضون ذلك تعرضت قريتات صيادية وليالنلي في الريف الغربي لمدينة منبج شمال سوريا لقصف مصدره قاعدة للاحتلال التركي متمركزة في قرية الشيخ ناصر جنوب غرب مدينة جرابلوس المحتلة. الهجمات التركية طالت كذلك ريف ناحية زرقان حيث قصفت مدفعية الاحتلال قرأم حرملة ودادة عبدال وبوبي كما استهدفت عدة قرى في ريف ناحية تلتمر بمحاذاة الطريق الدولي مفور دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. هذا وتشهد كافة مناطق شمال وشرق سوريا منذ أكثر من أسبوع هاجمات مكثفة للاحتلال التركي. باستخدام الطيران الحربي والمسير والمدفعية الثقيلة استهدفت عشرات المدن والنواحي والقرى المأهولة بالسكان بالإضافة لاستهداف البنية التحتية الحيوية للمنطقة ما تسبب بوقوع ضحايا وخروج محطات للطاقة عن الخدمة وأضرار مادية أخرى.